فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فلما أمر الله جل وعلا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عند ذلك ثارت ثائرة اليهود واستغلوا هذا الحدث في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان من المسلمين ما يرتد منكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة حدث عظيم استغله اليهود في الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق لكن من باب التشنيع والتشويه للرسول صلى الله عليه وسلم ولما حولت القبلة أولا أن هذا أمر الله جل وعلا والواجب على المسلم أن يتبع أمر الله فحيث أمرك أن تتوجه يجب عليك أن تتوجه ولا تتبع شيئا لم يأمر الله به أو أمر به أولا ثم نسخه فأنت تدور مع أمر الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالعفرة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرك أن تتوجه في صلاتك فإن الواجب عليك أن تتوجه ولا تعترض هذا شيء الشيء الثاني أن هذه القبلة مذكورة في التوراة والإنجيل وأن هذا الرسول يستقبل بقبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك لكنهم جحدوه وأنكروه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلما حولت القبلة قالوا إنه تحول عن القبلة التي أمر الله باستقبالها وهذا يريد أن يخالفنا في كل شيء وهذا وهذا وارتد من ارتد من بعض المسلمين ضعاف الإيمان فالله جل وعلا طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم في أن هذا دابهم ليس هدفهم الحق وإنما هدفهم اتباع أهوائهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة لأن ما هم مقصودهم الحق حتى تنفع فيهم الآيات الآيات إنما تنفع في من يريد الحق وهؤلاء لا يريدون الحق وهذا كل صاحب هوى فهو كذلك لا يريد الحق مهما أقمت عليه من الأدلة لأنه يريد اتباع هواه ومن يريد اتباع هواه فلن تملك له من الله شيء قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون علي وكيلة أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم ختم على سمعه وقلبه جعل على بصره غشاء ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فالذي يتبع هواه هذه سبيله لا يقنع بالآيات ولا الأحاديث وهذا شيء مشاهد الآن أن أهل الضلال والفرق الضالة مهما أقمت لهم من الأدلة لا يعبؤون بها لأنها تخالف أهواءهم وإذا جئت بحديث مكذوب أو حديث ضعيف أو حكاية أو منام رؤية بنام وهي توافق أهواءهم فرحوا به وجعلوه دليلا قاطعا لا يقبل الشك وإذا جئتهم بآية أو بحديث صحيح أو حتى متواتر وهو يخاله أهواء فلن يقبلوه ولن يعبؤوا به أبدا فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الضلال ترجمة نانسي قنقر